حلو حلو انا مش حلو عجبك جد عامل ايه زي الفل مناورة محمد حبيبك ايه اخبرك يا جيم زي الفل امورك حلوة 100-100 الدنيا نطيفة 100-100 لها ليستحق النهار ده رفوز طبعا لها ليستحق النهار ده رفوز عن جدارة واستحقاق عن الجدارة واستحقاق طبعا هتكلم معك في امور فنية كثيرة والسنة عامل حسامل انا هبدأ حلقات النهار ده بشي مهم جد طبعا انا نخش في الامور الفنية والتيكتيكية وكيف تفوق النادي الاهلي على نادي الزمالك وكيف تفوق كلر على فيدر وكل الامور دي ونجمع المباراة اللي انت شايله طبعا للاخ نا اخ نا اخ النهار ده كان فيه حاجة حلوة حاجة اللي احنا عمين بقىنا كام يوم بالنادي بيها يا جماعة الروح الرياضية يا جماعة الاهلي كبير يا جماعة الزمالك كبير يا جماعة نجوم الاهلي والزمالك دول نجوم الكرة المصرية يا جماعة شرفونا بلا الشكلينة يبقى مش كويس يا جماعة خليكم قد المسئولية النهار ده كانوا قد المسئولية وازيادة حبتين طبعا انا شوفت علاقة حب رومانسية بين الاهلي والزمالك سيبك من 90 دقيقة عشان ما حالش يجيب لي لقطة من 90 دقيقة وقالك ده دخل ازاي وعمل ايه طبيعي 90 دقيقة طبيعي الكرة في مباراة بعد المباراة وقبل المباراة حاجة ما فيش كده بعد روعة في لقطة وحبيت ابدأ بيها معاك يا جماعة اللقطة بتاعة شكبالة وهو واخد مؤمن زكريا من ايده ويدخله الملعب عشان مؤمن زكريا يحتفل مع النادي الاهلي بالبطول اللقطة معنا هي قول علا انت بقى لا يعني انا بالنسبة لي دي واحدة من اهم لقطات المباراة من اجل هذه اللقطات تلعب كرة القدم من اجل هذه اللقطات تلعب كرة القدم مؤمن زكريا بلعيب كبير امتعنا وامتع الجميع لعبة للاهلي ولعبة للذمالك ولعبة لمنتخب مصر مؤمن زكريا احرز اهداف على هذا الملعب مؤمن زكريا كان يستحق التكريم انه يخرج في ايد كابتن كا الزمالك شكبالة واللي اثير لغت قبلها بدقاي على انه لماذا لما يحضر فيه الممر الشرفي اللي عامل ولعبت النادي الاهلي اللي عبتت زمالك بعد الخسارة واللي يرد الصورة واللقطة بصورة ابلغت كل المعاني وابلغت كل التعبير عن لقطة عظيمة جدا جدا بيقدمها شكبالة مع مؤمن زكريا الغالي على قلوب زي ما قلت الاهلوية والزمالكوية قبل وبعد وخلال التكريم لقطة تساوي الكثير يمكن لقطة لازم نبني عليها فيما بعد المباراة 90 دقيقة إلعب كورة زي ما انت عاوز تنافس كما شيء بص أنا آسف للمؤاطع فضل كابت سعب الحفيز مدير الكورة بالنادي الاهلي شكبالة كابتن نادي الزمالك والاتنين بيسلموا على بعض والاتنين بيحضونوا بعض في وجود مؤمن زكريا بص يعني دايما نقول جيمي وانا بعتاه زلك لانا أعطيه لا طبعا بس دايما بقول انه هي الكورة لعبة بص المنظر بص الحلوة بص الجمال في النهاية في النهاية كريم لازم نبني على دي لازم نبني على الصورة دي صورة معبرة جدا 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 عن علاقة اللاعبين والمدربين والأجهزة والمعظم أو الغالبية من مجالس الإدارات ببعضها خارج الملعب دي صورة المباراة انتهت عصبية المباراة رغم من فريق كسبانو فريق خسران عصبية المباراة انتهت خلي الجمهير أنا عايز داي تنقل كمال الجمهير خليكوا كده جوه جوه التسعين دقيقة خلال التسعين دقيقة شجع فريقتك كما شئت كيفما شئت لكن بره بره المباراة احنا كلنا اخوات وكلنا احب وفي الآخر دي صورة مصر دي صورة بتنقل الحالة الطبيعية اللي عليها لعب وكرة القدم في مصر ما بين الأهل والزمالك وصورة معبرة عن الحالة اللي احنا بنحاول نوصلها أنا في حالة كنت مفكر اقولها قبل ما اخش الهو لا بس اقولها لك وامري لله يعني أنا قبل اخش على الهو بصيت على الترند الترندات على تويتر واستنيت اشوف اللقطة دي ترند تمام بصراحة مش شفتهاش ترند ومش من العشرة الأوائل كمان في الترندات تمام يعني لو كنت سبعت او مشيت شوية كمان كنت شاليها ترند هو في خلل ما بيحصل عندنا انه حتى لما السورة دي اتناشرت على السوشال ميديا في ناس قاعد يقول لك لا يا عم انت مش فاكر انت مش فاكر كمسا يا عم انت مش فاكر الاهل اللي عمل فينا ايه انت مش فاكر يا عم لقطة كويسة يا سيدي لقطة حلوة يا سيدي مش عيب يعني ملاش دايما نقول ايه انا وانت ممكن نزعا من بعض طب هل الزعل ده هيفضل طول عمر لا هيقول لك بقى سعيدة انت فاكر لما جيمي عمل فيك وكريم عملنا كلنا عملنا في بعض والاهل والزباك زعلوا من بعض واتخلوهم مع بعض وادارات ولعبين واجهزة وكل حاجة لما يبقى فيه صورة حلوة بقى ما نبنيش عليها ليه لانه تغيير بقى اللي بقى منطقي اللي هو اللا منطقي اللي بقى منطقي عند الجماهير العادية بسبب تصرفات ومواقف كتير مش مهم نرجع لها خالص لكن تغيير ده بياخد وقت عشان كده انا ما قلتش ان هو هي دي الحالة لكن بقول مهمة اوي نبني على الحالة دي مهمة في صورتين وارا بعض مطلحقتين واحدة وشكبالة داخل الملعب مع مؤمن زكريا والتاني او كابتن سال عبدالحفيز واقف مع شكبالة وهناك روح من الود طب ليه روح من الود دي ما تتنقلش ليه صورة ما ناخدهاش ونبروزة ونهدي الامور احنا عندنا حاجات كتير جدا جدا كويسة لكن للأسف ما بنبروزهاش اللي بيبروز هو الوحش هو المشاكل فاحنا محتاجين علشان خاطر نحاول نغير ده الطريق بيبدأ بخطوة بيبدأ بصورة صح فطريق الاصلاح لحالة طبيعية داخل الملعب المصرية ممكن نبدأ بصورة زي طيب عظم جد